في الليسون هنا هنأخذ أغلب أنواع اللي ستوري بروبلمز اللي بتيجي على الملتبليكيشن نومبر وان الترين هاز ناين كاريجز أطر فيه تسع عربيات ايتش كاريج هاز ونهاندري تونتي فور سيدس كل عربية فيها ونهاندري تونتي فور اي سيدس أو ديسك أوكي كلمة ايتش هنا مهمة جدا لأن هي بتبين إن المسألة يا إما ملتبليكيشن يا إما ديفيجن طب أعرف من ين بقى هي ملتبليكيشن أو ديفايد من السؤال بيقول لي how many seats are there in the train الترين كله الناين كاريجز على بعضهم فيهم كام ديسك يبقى هنا ايه ملتبليكيشن طب أعرف ما بيسألني عن الناين كاريج يبقى ملتبليكيشن إنما لو كان بقى مدين العكس مديني الناين كاريج وطالب الكاريج الوحدة فيها كام ديسك يبقى ساعتها ديفايد يبقى لو بيسأل على الناين كاريجز all كاريجز أو الترين كله ملتبليكيشن بيسأل على كاريج واحدة يبقى ساعتها ديفايد يبقى هنا هنجيب النامبر of seats إزاي هنعمل one hundred twenty four seats ملتبلاي nine كاريج تديني one thousand one hundred sixteen seats لازم هنا حط الايه لأنه هو number of seats لازم أكتب كلمة seats number two أحمد هازجو ثري باونز أحمد معاه ثري باونز أو ثري اللي ايه he put ten pencils for pt twenty five each اشترق ten pencils became between five each يعني البنسل الواحد between five عرفت ان each هنا يقما ملتبلاي يقما divide طب هنا أبقى ملتبلاي أو divide هم الديني البنسل الواحد between five يبقى أكيد عايزة أجيب البنسلز كلهم التين بنسلز كلهم بكام يبقى ملتبلاي عشان أجيب البنسلز كلهم التين بنسلز يبقى هعمل ملتبلاي السؤال بقى بيقول لي how many piasters were left اللفت يعني الباقي يعني minus كلمة lift معناها subtraction على طول خلاص يبقى أول حاجة عشان أجيب price of التين بنسلز يبقى هعمل ملتبلاي التوينتي فايف اللي هو سعر البنسل الواحد ملتبلاي عددهم اللي هما التين بن أو تين بنسلز يبقى equals كام 250 بي تين خلي بالنا من الوحدات طيب دلوقتي هو كان معي 3 pounds أو 3 LE أول ما هيجي هدفع أول حاجة الباقيها هيطلب مني إيه فكة فكت 3 pounds هنا بكام ب3 by 100 يعني 300 عشان أحول من pound أو من LE لPT يبقى بعمل ملتبلاي 100 اللي في تبقى يبقى equal 300 minus 250 equals 50 BT اللي كان معي اللي هو 300 minus اللي أنا دفعته أو اللي أنا هدفعه اللي أنا اشتريت بي اللي هو 250 أوكي يبقى 300 minus 250 equals 50 number 3 a tanker transports 712 ليترز of petroleum each trip tanker بينقل 712 لتر من البترول كل رحلة كل مرة بينقل 712 خلاص each هنا ملتبلاي بقى أولا divide على حسب السؤال how many liters of petroleum does it transport in 7 trips في 7 رحلات في 7 trips كلهم على بعد يبقى كام multiply أوكي عرفنا هنا أن هي multiply علشان بيسألني عن 7 trips إنما لو كان مديني 7 trips وطالب 1 trip each trip يبقى سعيدك أن تعمل divide يبقى هنا number of liters in 7 trips equal 712 multiply 7 equals for 1984 number 4 طارق هاز LE 15 نخلي بلنا من الوحدات LE عشان بعد كده هيديني BT he put 10 pins for BT 45 each اشترى 10 pins بكام B45 each pin كل pin ب45 يبقى each هنا معناها multiply or divide هو مديني الpin ب45 يبقى أكيد محتاج أن نجيب ايه 10 pins كلهم على بعد بكام يبقى هنا هعمل multiply أوكي طيب بعد كده بيقول لي and 5 pencils for BT 50 each الpencil الواحد ب50 اشترى 5 pencils والpencil الواحد بكام ب50 يبقى 5 pencils يطرى بكام يبقى multiply each هنا التانية each التانية دي معناها multiply عشان اجيب price of 5 pencils محتاج أن نعمل ايه multiply السؤال بقى هنا بيقول لي how many piasters remain with him remain زي كلمة left remain remainder left كل ده معناها subtraction الباقي يبقى minus اوكي يبقى اول حاجة لازم اجيب price of pens او 10 pens اعمل ايه multiply 10 pens اللي هو عددهم multiply الpen الواحد ب45 ملتبلاي ايه 10 equal 450 bt bt اوكي the price of pencils equals ايه become 50 الpencil وكم pencil 5 يبقى 50 by 5 equals 250 bt طيب دلوقتي بقى انا اشتريت pens وpencil طيب كل اللي انا اشتريتو هدفع كام يا ترى يبقى total اللي انا هدفعه الخطوة دي مهمة جدا total اللي انا هدفعه كام 450 plus 250 equal 700 bt يبقى لازم الاول هسأله كل الحاجات جي بقى بكام هيقول لي ايه الpencil plus pin equal 700 طيب دلوقتي احنا اتفعنا اني فيه عندي خطوة زيادة اللي هي تحويل من ل bt ان انا اجيبي الفكة انا معايا 15 l e والحاجات اللي هجيب ها ب 700 بت يبقى لازم احويل الفتين اللي e تبقى بكام 15 by hundred equal 1500 او 1500 يبقى ريمين دور equal احويل